السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله الفيديو تاعنا اليوم يبقى اخواتي الغليات بالفخة جينا بهذا اصدركم ان شاء الله يا ربينا الاعجابكم كما عاكم تشوفوا اه اه اثنين الوان مزين بهذا الورود كما عاكم تشوفوا اه هادو الازرار سبق لنا وعملناهما بعض في فيديو اه اه انا فضلت هادو الالوان الالوان دائما نكون اختياري كل الوحدة والدكترا في الاختيار الالوان اه اه انا استعملت هذا اللون البلون كاسي واللون الاحمر افضلي اه اه اثنين قبات من اللون البلون كاسي طبعا الخيطة الحرير على اثنان وقلينا من اللون الاحمر الخيطة على اثنين كذلك تالحرير ان شاء الله هي اه اه دست عنها اليوم انتوفقوا اه اه فيه مع بعضنا الا كان اول مرة تشوفوا في القناة ابداعات جزائية مع اختكم كريمة اه اشتركوا في القناة وصفوا علي الجانس ليساك الجديد على القناة وان شاء الله القناة تعيتنا اعجبكم الى اعجبكم اصدار بليز ما تنسوش اللايك وشير اله وبرطاج الفيديوهات في المواقع التواصل خليوا القناة تعيب داعات الجزائية تكبر وان شاء الله باذن الله تكبر نبدو اه على باكة الله بسم الله عقدة البداية نعمل ثمن غرز واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة ستة سبعة ثمانية نغلق في اول غرزة بمون ذلك نعمل ثلاث سلاسل واحد اثنان ثلاثة نجمع هذا الخيط المتبقي هنا نحن العمود نعمل ثلاثة واحد اثنان ثلاثة نزل على الخيط من غرزة ودخل داخل دائعة باربع و عشون عمود اربع و عشون عمود اربع و عشون عمود نجمع هذا الخيط المتبقي تحت الاعمدة نعمل اربع و عشون عمود ثلاثة عملت أبا وعشونة عمود داخل الضائرة نقطع هذا الخات المتبقي نغلق ثالث سلسلة بموزاليكا ثلاثة 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 آخر وقت تقدي ثلاثة 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 نخلف العمود الموالي عمود ثلاث سلاسل نخلف العمود نغلق بمزالقة ثلاث سلاسل اثنين فضل سياسات نخلق أربعة عمودة راند ثلاثة أربعة نذهب kr كم عمود نفس الشيء أبات أعمدة واحد اثنين ثلاثة أبعى وفوق العمود نعمل عمود حتى نهاية السطح وصلت بنفس الطائقة أخواتي وصلنا إلى هنا ثلاثة غفظة نغلق بمونزاليكا الآن نقوم بثلاثة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة المسافة هنا نخلف اثنين آمدة واحد اثنين في الثالث نعمل عمود واحد اثنين ثلاثة هنا نخلف عمود فقط واحد اثنين ثلاثة هنا نخلف اثنين آمدة في الثالث نعمل عمود واحد اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة ثلاثة وصلت بنفس الطائقة ثلاث سلسلة ثلاث سلاسل دفنة ثلاث سلسلة ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل واحد ثلاث عمود 1-2-3-4-5 نعملهم غوز البيكو هكذا ندخل داخل الفراغ هذا بثلث عمودة 1-2-3 نجي فوق هذا العمود بنفس الشيء ثلاث سلاسل بعمودة خمس سلاسل غوز البيكو ثلاث سلاسل 1-2-3 ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل ونفح غوز البيكو نقوم بتغيير الثلاث سلاسل انا كنت هنا سبقت وعملت اصدرت انا بديت فيه احفهمكم في الطريقة كما راكم تلاحظوا وعملت اربعة هذه الجههة وثلاثة واحدة في الواسط الدرقاء والسلاثة جاذبة لاستخدم الواسطة تستخدم الواسطة لنا سبقت وظيفة الرقاء كما تلاحظون في الواسطة وهناك مختلفة كما تلاحظوا في الواسطة الواسطة نضع 8 راز البيكو هنا في الواسط هنا تلاتة في الواسط هنا هنا 4 راز البيكو هنا 4 هنا 8 راز البيكو نقسم 8 راز ال rocket راز المرسج هنا 4 نحن نسكوها و نواصل بنفس الشيء أربعة هنا نسكوها إن شاء الله تكون مفهومة يعني طيقة جدا و سهلة و مفهومة هنا أربعة هنا أربعة هنا تلقوا تمانية تمانية هنا تلقوا تمانية و هنا أربعة يعني طيقة مفهومة إن شاء الله تبدأ ب بياسة كاملة كما هذه تقفلها و تاني بياسات تلقوا 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 بياسات مع بعض بين نفس هذه الطائقة لما في بداية العمل سأتوضح معكم أكثر حين تفهموها بسهولة نحن نسكوها يعني هنا أنا هنلسك هنلسك هنا نحسب واحد تلاتة أبعة خمسة ستة سبعة تمانية عندنا هنا تمانية كما هذه الجهة المقابلة واحد تلاتة أبعة نسكوها نسكوها في هذه الرابعة نسكوها في تلاتة أعمدة واحد تلاتة أعمدة تلاتة أعمدة تلاتة أعمدة تلاتة هكذا وهنا نطلعه بثنين سلاسل نعود إلى الغاز البيكو واحد تلاتة أبعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد تلاتة أربعة ثلاثة أعمدة نعمل غازة حشو هكذا نطلعه بثنين سلاسل ونعملوا في فك هذا العامود غازة البيكو هكذا نعود غازة البيكو ثلاث عميدة واحد اثنان ثلاثة فوق العمود عمود اثنين سلاسل ثلاثت الحشو ثلاثت 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 8 2018 عدوه وواصل بعضه ريسات في كل البياسات نضيف الغاز وأبعاء الغاز نضيف الغاز نضيف الغاز ثم نضيف الغاز ثم نضيف الغاز الغاز نضيف الغاز الغاز نقوم بحزان ثم نقوم بروس سوف نقوم بروس ثم نضيف الغاز نضيف الغاز نضيف 4 غوزة بيكو نضيف 4 ثلاثة 1 2 3 4 غوزة حشو هنا 1 2 3 4 غوزة حشو هكذا 1 2 3 4 غوزة حشو 1 3 4 غوزة حشو احواصل حتى الى هنا وصلت بنفسي كاخواتي 4 ثلاثة غوزة حشو على جميع غوزة بيكو وصلنا الى هنا بين البيسة والبيسة نضيف 5 ثلاثة 1 2 نضيف 5 ثلاثة غوزة حشو نضيف 5 ثلاثة 2 ثلاثة احواصل حتى اصل الى هنا уж grouping بالنفس الطائقة اخواتي وصلت نفس الطائقة وصلت عن طائقة كما ادركوا بقعة ثلاثة نضع غوزة الحشو وضع غوزة حشو نوصل على جهة وصلت أخواتي بنفس الطائقة وصلنا إلى ثلاث سلاسل ونقلب العمل في كل الفراغ نعمل أبعث أعمدة اثنين ثلاثة أبعث أعمدة ننتقل مباشرة إلى الفراغ الموالي أبعث أعمدة كذلك نحن وصل أبعث أعمدة في كل الفراغ عملت أبعث أعمدة في كل الفراغ كما تلاحظوا أخواتي نقوم ببعث ألاثين نches towards 2 سلاسل ينحن مثل هكذا احواص العمل حتى نصل الى هنا وصلت اخواتي انعمل فراغات بربع اعمل هنا ننتقل مباشرة هنا اخواتي كوصلنا الى هنا لهادو الفراغات اللي هنا رح نعمل 2 اعمدة في هذا الفراغ و 2 اعمدة في هذا الفراغ واحد تنين ننتقل مباشرة ننتقل مباشرة الى الفراغ هذا الموالي واحد ثنين هكذا ونواصل بنفس الطائقة عادي وصلنا بنفس الطائقة اخواتي الآن نتلعب سلسلة واحدة ننقلب العمل نحن نفوت على جميع الاعمدة اللي اخدمناهم بغاز حاشو في كل عمود نحن نعمل غازة حاشو حتى ننهي سلسلة واحدة غازة حاشو على جميع الاعمدة وصلت اخواتي ونقضع الخيط ننهي نعمل السداب نعقد الخيط ونحركه كمجرة العادة وكما تعرفوا اخواتي اي السداب نفوت عليه بالميكوات قبل التزين والتزين يرجع لكم انا زيته بمجموعة من الورود هذا هو السداب الثاني ان شاء الله طائقة كانت واضحة ومبسطة معكم هذا هو اخواتي السداب الثانات عنها اليوم يا رب انال اعجبكم زي انتو كما قلتكم بهذا الورود وان شاء الله حننزلها لكم الفيديو القادم باذن الله طائقة اللي عملتها هذا الورود هادو الازرار سبقلينا وعملناهم مع بعض ان شاء الله ينال اعجبكم اصدرت على القرشية عنها اليوم ما تنسوش تعملوا اللايك للفيديو الان اعجبكم مع الي اغنقلكم دومتم في عيات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة شكرا